بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة في دقيقة أحبتي في الله التين هذه الثمرة المباركة ذكرها الله في القرآن من أهم خصائصها علاج اضطرابات الجهاز الهضمي إذا كان لديك إمساك مثلا إذا كان لديك مشاكل في الهضم إذا كان لديك قرحة إذا كان لديك أي مشكلة تتعلق بالمعدة أو الجهاز الهضمي فنصيحة الأطباء اليوم أرخص وأسهل شيء أرخص من الدواء طبعا أن تأخذ ثلاث أو أربع أقراص من التين المجفف كل يوم وبخاصة في رمضان ثلاثة أو أربعة أقراص من التين المجفف من نوعية جيدة خذها كل يوم لتعالج بها هذه المشاكل ولا ننسى أن الله ذكر هذا في القرآن عندما قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إذا التزمت بالمحافظة على هذا الغذاء وبخاصة التين والزيتون فسوف تكون في أحسن تقويم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر